حب الصحابة كلهم لي مذاب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات قصة الفتنة الكبرى والتي نحاول فيها شرح ما حصل من القتال بين الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين ونزيل ما علق بهذه الفترة من الشبهات والأكاذيب استعرضنا في الحلقة الماضية الأحاديث النبوية التي جاءت في استشهاد عثمان رضي الله عنه واستعرضنا كذلك نبذة من التاريخ العظيم الحافل لسيدنا علي بن أبي طالب وكيف أنه كان جديرا بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأنه أي علي رضي الله عنه كان يرى نفسه جديرا بها كذلك وليس في هذا ما ينكر أو يستغرض اليوم سنناقش ونستعرض سر الخلاف الذي كان بين علي وبين أبي بكر رضي الله عنه جاء في رواية صحيحة أن علي بن أبي طالب امتنع عن بيعة أبي بكر لستة أشهر وذلك لسببين أوضحتهما الرواية السبب الأول هو ما وقع من الخلاف بين فاطمة الزهراء وبين أبي بكر جاءت فاطمة تطلب نصيبها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم فأخبرها أبو بكر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقه وأما ما كان ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على أهله من المال فهو من مسؤولية الخليفة بعده طبعا يجب أن ننتبه هنا إلى رد أبي بكر هذا على فاطمة بأن الأنبياء لا يورثون لم يحرم فاطمة فقط بل حرم أيضا ابنته وعائشة لأن ابنته وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا حرمت عائشة من ميراث النبي وحرمت حفصة بنت عمر من ميراث النبي والخليفة الذي هو أبو بكر الظل ينفق على أمهات المؤمنين باعتبارهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما لهم من حق في النفق التي يتولها الخليفة فيعني المسألة لم تكن هنا خاصة بفاطمة وحدها رضي الله عن الجميع إلا أن فاطمة رضي الله عنها غضبت من هذا القول وهجرت أبا بكر فكان علي رضي الله عنه مراعيا لخاطرها هذا السبب الأول السبب الثاني أن علي رضي الله عنه كان منشغلا مع عمه العباس بتجهيز جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة فجاء خبر اجتماع الأنصار في السقيفة ليختاروا خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وهناك في السقيفة اتفقوا على تولية أبي بكر الخلافة فغضب علي من أن الأمر تم دون مشورته وهذا نص الرواية كما رواها البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة الفتك هذه المنطقة اليهودية التي كانت فيئا للنبي لأنه استسلمت دون قتال وما بقي من خمس خيبر يعني الأموال التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال هذا كلام النبي فقال أبو بكر وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك يعني زعلت أو غضبت يعني وجدت في نفسها على ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر يعني سيدنا علي لم يقل لأبي بكر أن فاطمة توفيت وأنها دفنت وصلى عليها وكان لعلي هذا كلام عائشة وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة يعني كان ابتعاد علي عن أبي بكر له عذر مقبول أو متفاهم عند الناس في وقت حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوها الناس الناس لم يعودوا يقبلون هذا يعني التباعد عن أبي بكر فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتي أنه فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي يعني افتتح الكلام قال أشهد أن لا إله إلا الله ففتتح الكلام يعني فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك يعني لم نحسدك على الخلافة ولكنك استبددت بالأمر علينا الاستبداد يا إخوة الاستبداد في اللغة معناها الانفراد بالأمر يعني والانفراد بالأمر لا يعني بالضرورة الانتقاص وهو ليس سبة دائما بل أحيانا قد يمدح المرء بالاستبداد يعني إذا أخذ بزمام المبادرة في لحظة تستوجب هذا يعني ينكر عليه طبعا إذا أسرع بالأمر واختصه لنفسه لكن يمدح إذا يعني انفرز بادرة في أمر يستحق هذا فالاستبداد في أصله اللغوي هو المبادرة والانفراد بالأمر وليس هو الاستبداد الذي يفهمه أهل عصرنا الآن اللي هو معنى الظلم والطغيان والتجبر تمام فالاستبداد في ذاته أو في أصل لفظه اللغوي غير مذموم في كل الأحوال فالمهم نرجع إلى قول علي علي رضي الله عنه وقال لأبي بكر إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا سيقاه الله إليك ولكن ولكنك استبددت بالأمر علينا وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا في هذا الأمر تقول عائشة حتى فاضت عين أبي بكر يعني فاضت بالدموع فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك فيها أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صناته يقصد الأموال التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت له بصفته الخليفة ولم يعني زعيم الدولة ولم تكن له بصفته الشخصية التي تورث فقال علي لأبي بكر هذا نص عائشة قال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقى علي المنبر يعني صعد المنبر فتشهد وذكر شأن علي لما صلى أبو بكر صعد أبو بكر على المنبر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على هذا الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به وقال ولكن نرى أن لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا يعني سيدنا علي بايع أبو بكر فقالت عائشة فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف حين راجع الأمر المعروف يعني المسلمين بدأوا يقتربوا من علي بعدما كان أنكر وجوه الناس طيب هذه الرواية الصحيحة تشير إلى هجران وقع بين علي وفاطمة وبين أبي بكر وعمر وتبين أن سبب الهجران غضب فاطمة من أبي بكر وغضب علي من أن اختيار الخليفة تم دون استشارته وأن الغضب بلغ بهما أنه لما توفيت فاطمة رضي الله عنها لم يخبر علي أبا بكر بذلك بل تولى بنفسه تكفينها ودفنها وتشير الرواية أن المسلمين كانوا يلتمسون العذر لسيدنا علي في هجرانه لأبي بكر في حياة فاطمة مراعاة لخاطرها لكن لما توفيت بدأ أن المسلمين لا يتقبلون ابتعاد علي عن أبي بكر ولما شعر علي بهذا بادر فأرسل إلى أبي بكر وعرض رأيه وموقفه حتى بكى أبو بكر وعرض أبو بكر رأيه وموقفه وانتهى المجلس إلى أن بايع علي أبا بكر علانية وبسط كل منهما رأيه أمام الناس بوضوح هنا نستفيد من هذه الرواية الصحيحة هي في البخاري كما قلت عدة أمور الأمر الأول أن كتب أهل السنة لم تحاول تخبئة ما وقع بين الصحابة من الخلاف أوردته ولم ترى أن في إيراده إساء للصحابة وبذلك فكتب أهل السنة احترمت أمانة العلم ودقة المنهج العلمي في التوثيق والضبط هذه ملحوظة مهمة الأمر الثاني أن هذه الرواية أيضا ليس فيها ذكر لوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه لو كان هناك وصية لحتج علي بها وكان ذلك أقوى ما لديه في استحقاقه للخلافة ولكن ظهر أن الأمر إنما يعني كان غاضبا لأنه لم يستشر في من يكون خليفا الأمر الثالث أن الصحابة أيضا يعني الأمر الثالث الذي نستفيده من الرواية أن الصحابة كذلك لم يسمعوا أو يعرفوا شيئا عن تلك الوصية لأنهم لو عرفوها لناصروا علي فيها ولكنهم لم يعذروا استمراره بغير بيعه بعد وفاة فاطمة وعرف علي ذلك في وجوههم الأمر الرابع أن أبو بكر رضي الله عنه ترك علي دون بيعه ولم يجبره عليها الأمر الخامس أنه غضب فاطمة وعلي رضي الله عنهما لم يتحول إلى عمل أو تمرد ضد أبي بكر بل كان غاية الأمر بينهم هو هذا التغاضب أو هذا التهاجر رقم ستة أن هذا الهجر والتغاضب انقضى وانتهى في مجلس واحد أوضح كل منهم موقفه ورأيه وطويت تلك الصفحة وبهذا نرى في هذه الرواية التي تناولت خلافا بين الصحابة جانبا من فضائل الصحابة ومن كيفية تعاملهم مع ما ينشب بينهم من المشكلات إذن لو لم يرد غير هذه الرواية في الخلاف الذي كان بين علي وبين أبي بكر كان هذا الأمر مفهوما ومطبولا يعني وقوع الخلاف لا يخلو منه مجتمع وليس في البشر أحد معصوم إلا الأنبياء وهذا الخلاف أشبه بما وقع في السقيفة سقيفة بني ساعدة إلا أن هذا الخلاف استمر ستة أشهر فهذا خلاف لا يخدش منزلة أحد من الصحابة لكن هناك روايات صحيحة أخرى وردت عن هذا الخلاف أيضا فزادت الموقف وضوحا وأسفرت عن جوانب أكثر جمالا وسموا يعني هذه الرواية التي ذكرتها نستطيع أن نقول إنها الرواية التي وصفت الخلاف بأقل قدر من الجمال فرواية أخرى رواها الحاكم وصححها على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال ابن كثير عن إسنادها إسناد جيد هذه الرواية الأخرى يظهر فيها أن علي لم يكن وحده في هذا الغضب لكن كان معه أيضا الزبير بن العوام وكان في ذات السبب ورد أنهما حين بايعا أبا بكر قال ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشاورة وإن نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعلم بشرفه وكبره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي يعني أن النبي قدمه للإمامة وهو حي يعني ففي قولهما هذا اعتراف بفضل أبي بكر وأنه الأجدر بالخلافة وأن الأمر لم يكن إلا عتب ومغاضبة من أنهما لم يكن في أهل المشاورة في رواية صحيحة أخرى أيضا عند الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الإمام بن كثير في البداية والنهاية إن إسناده إسناد صحيح محفوظ وقال الذهبي في كتابه المهذب إسناده جيد هذه الرواية تقول إنه علي والزبير بايع أبا بكر في اليوم التالي لبيعة السقيفة يعني هم لم يتأخر الأشهر الستة وتروي الرواية أن أبا بكر حين كان على المنبر ونظر في الناس ولم يجد علي أرسل إليه فجاء فبايعه وأيضا نظر في الناس فلم يجد الزبير فأرسل إليه فجاءه فبايعه فكان ينكر على كل منهما تأخره هذه السويعات عن البيعة يعني كان يقول كان أبو بكر ينكر عليهم هذا فكان يجيبان لا تثريب يا خليفة رسول الله وجاءت أيضا رواية أخرى ضعيفة بأن علي بايع مع الناس في اليوم الثاني وهناك رواية أخرى مهمة أيضا عند البخاري في موضوعنا هذا روى البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من صلاة العصر فرأى الحسن يلعب مع الصبيان الحسن بن علي بن أبي طالب فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك فهذه الرواية ورد في بعض ألفاظها التاريخ الذي حصلت فيه وأنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال يعني عدة ليال فهذا أيضا يزيد في التأكيد على أنه لم تكن منافرة ومهاجرة شديدة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ولهذا جمع العلماء بين هذه الأخبار الصحيحة فمن كلامهم مثلا ما قاله الإمام ابن كثير عن بيعات علي في اليوم الأول أو الثاني قال ابن كثير وهذا حق يعني علي بايع فإن علي ابن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه وخرج معه إلى ذي القصة اللي هي المعركة التي كان فيها المرتدون لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها يعني عتب على الصديق احتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر وأصرح ما روى أو أصرح ما ورد عن علي رضي الله عنه في تقديم أبي بكر ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية قلنا إن محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب لكن أمه كانت من بني حنيفة ولم تكن فاطمة فلذلك قل محمد بن الحنفية تفريقا له عن الحسن الحسين قال محمد بن الحنفية قلت لأبي علي أي الناس خير بعد رسول الله قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر يقول محمد بن الحنفية وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين فمن اللطيف في هذه الرواية يعني ما نراه فيها من حرص الولد حرص الابن على أن يكون أبوه أفضل الناس ومحاولة محمد بن الحنفية أن يتجاوز عثمان فهذه أيضا ترى فيها أنه كأنما كان مستقرا في ضميره أنه لو قال ثم من أن علي سيقول عثمان قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين فهذا واقع الخلاف الذي كان بين علي وبين أبي بكر رضي الله عن الجميع كما تورده الروايات الصحيحة الخالية من مبالغات القصاص والوضعين وأهل الفرق الضال طيب ثم ها هي الخلافة بعد هذه السنين وصلت إلى علي رضي الله عنه فتعالوا ننظر كيف كانت بيعة علي بالخلافة قتل عثمان ومهما كان عظم المصيبة بقتل الخليفة الراشد وبقتل الرجل الثالث في الإسلام فلا بد للناس من خليفة لأن المسلمين اختاروا خليفتهم الأول وما زال جثمان رسول الله صاحب الرسالة لم يدفن بعد وإذا كان في المتمردين قسم يرى أن علي هو أحق الناس بالخلافة ويعني هؤلاء هم الذين فشت فيهم أفكار ابن سبأ فعلي رضي الله عنه جدير بالخلافة من قبل أن يظهر ابن سبأ ومن قبل أن تظهر أفكار ابن سبأ أصلا بل حين سئل طلحة والزبير وعائشة عن الخليفة بعد عثمان ذكروا جميعا أنه علي روى الطباري بسند صحيح وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن الأحنف بن قيس أنه حضر في المدينة الأيام الأخيرة من حصار عثمان رضي الله عنه فتوقع أن الأمر سينتهي إلى القتل يقول الأحنف فلقيت طلحة والزبير فقلت من تأمراني به وترضيانه لي فإني لا أرى هذا الرجل عثمان إلا مقتولا قال علي قلت أتأمراني به وترضيانه لي قال نعم يقول الأحنف فانطلقت حتى قدمت مكة فبينما نحن بها إذ أتانا لأن عائشة كانت في مكة في ذلك الوقت خرجت إلى الحج طبعا عثمان قتل في ذلك الحجة كما قلنا فكان قسم من الصحابة في الحج منهم عائشة فيقول الأحنف فأتيت مكة فانطلقت حتى قدمت مكة فبينما نحن فيها نحن بها إذ أتانا قتل عثمان رضي الله عنه وبها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت فلقيتها فقلت من تأمرين أن أبايع قالت علي قلت تأمرينني به وترضينه لي قالت نعم رواية أخرى أيضا رواها ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد كما قال الحافظ بن حجر في الفتح أن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي سأل أم المؤمنين عائشة بعد قتل عثمان فقالت له فقالت له إلزم علي فوالله ما غير ولا بدل فبهذا لا يشك في أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هو الأشدر بالخلافة بعد عثمان وأن هذا هو رأي الصحابة والتابعين وأهل المدينة وهم أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم البيعة الشرعية لكن المعضلة كانت قائمة في الأجواء والظروف التي جرت فيها هذه البيعة الأجواء والظروف كانت ملتبسة وكانت غريبة وكانت مشحونة وكانت مشبعة بالحزن وبالدهشة على مقتل عثمان وهي لذلك عكرت على صفاء البيعة لعلي رضي الله عنه هذه الأجواء نستعرضها إن شاء الله معكم في الحلقة القادمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حب الصحابة كلهم لمذاب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول وإن ابتدعت فما عليك معول